نبوءة ليلة عبداللطيف تحققت وتم تلاء ياسمين عبدالعزيز وأحمد العواتي برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقة التوقعات أسعد الله وأتكب كل شيء أكثر خبر صدامني وأكثر التوقع من أول ما سمعته قلبي تخطف وكنت أتمنى أنه يفضل التوقع وما يبقاش واقع وفي أسف الشديد التوقع لتمنين كلنا أنه ما يحصلش للأسف حصل انفصلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان أحمد العودي مساء اليوم السلسة 16 يناير وده جيت زامنا مع احتفالها بعيد ميلادها وكشفت ياسمين عن الخبر عبر حسابها على انستجرام وعلق تم التلاء الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقديم واتفعل الجمهور مع الخبر وجاءت التعليقات كالتالي إن شاء الله يكون هزار تيل شوي مستحيل أكيد زعلانة منه يا رب يكون هزار قولي إنك زعلانة منه يا لهوي دي كده ليلة عبداللطيف بجد كلامها ده ماكملش شهر يا رب بيبقى مقلب ربنا يعوضك يا رب ويكتب لك كل خير إن شاء الله ترجعه البعض ليلة عبداللطيف السبب كان سبب وأثارت اللبنانية ليلة عبداللطيف دقة كبيرة بتوقعها بانفصال الفنان المصري ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان أحمد العودي وردت الفنان أحمد العودي على توقعات ليلة عبداللطيف خلال لقاءها مع الإعلامين شان قائلا كذب المنجمون ولو صدق وسبب وردت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع انستجرام على توقع ليلة عبداللطيف بانفصالها عن أحمد العودي وكتبت يا ساتر يا رب بلاش انت يا ليلة وعلق العودي على منشورها كذب المنجمون ولو صدق توقعت ليلة عبداللطيف خلال حرق التوقعات العام الجديد انفصال أحمد العودي وياسمين عبدالعزيز وآلت والنجمة ياسمين عبدالعزيز بس ليه اخترت ياسمين لا لأنه الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبدالعزيز أراها بتقترب من مرحلة الأسف أربع عشر خمسة عشرين قام توقيف مبارير دي مرحلة الانفصال عن زوجة المنثل أحمد العودي وبشكل مفاجئ ده فعلا اللي حصل تم الانفصال بشكل مفاجئ وخلى الناس في حيلة من الأمر ومواقع التواصل الاجتماعي دجت بالخبر ومحدش مصدق مبارح كان عيد ميلادها ولسه نهنيها بعيد ميلادها الخبر لفجأة وتحقق التوقع للأسف الشديد التوقع لقلت ريلة عبدالعزيز تبب صدمة لنشان ودعا بعدم أن يتم تحقيق تلك النبوءة خاصة وأن الكثير مننا بيعشق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العودي وما كناش نتمنى أبدا أن يحصل بينهم من فصال طبعا كلنا نتمنى رجحهم لبعض مرة تانية اف اف أنا كتير نبكن للا احترام ومحبة كبيرة لأن نزمي ياسمين عبدالعزيز بس هيدا الخبر كمانا بزعل أنه تنفصل عن زوجها وإن شاء الله توقعي ما يصيد تعالي ياسمين عبدالعزيز من موريس 16 يناير 1949 اتجوزت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة وأنجبت منه طفلين ياسمين وسيف الدين إلا أنهما انفصلوا في بداية عام 2018 وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية بتجمحها مع الممثل أحمد العودي وفي 22-20 أعلنت زوجها منه كانت ياسمين كشفت مؤخرا ابتعدها عن الدراما التلفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها هتتفرج لبطولة فيلم سينماء جديد هلتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل دوربنار والتي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العودي وعرد يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل دوربنار والتي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العودي وعرد دين موسم دراما رمضان 2023 للأسف الشديد حصل توقع لاني لعبت الرطيف اللي كلنا كنا بنخشى لا يحصل لكن للأسف مش عارف أهاني لاني لعبت الرطيف على تحقق توقعها و إصابتها اللي أصابت بالحرف وإنه مش عارف بجد ياريت تقولوني لأرأيكم أنتم في التوقع ده لأن بجد أنا فعلا زعنامة جدا على ياسمين وكنش أتمنى أبدا أن نتوقع ده يحصل كده نكون مستمرين حلقتنا أتمنى لأول مرة بتشوفوا القناة شارفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل القرص على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد ياريت تدعموني بلايك وكممنت وشير شكرا لكم وإلى اللقاء